موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة UATV الأوكرانية في العاصمة كييف أسحبكم فيها أنا محمد زاوي وفي البداية أبرز العنوين أهلا بكم كشفت صحيفة وولستريت جونال عن خطة أمريكية ستقدمها لروسيا من أجل نشر 20 ألف من قوات حفظ السلام في منطقة الدنباس شرق أوكرانيا وسيختبر الاقتراح استعداد الرئيس الروسي فلوديمير بوتين لتسوية الصراع في الدنباس وستقدم هذه الخطة خلال أيام قادمة بينما لا يتم الإفصاح عن الكيفية التي سيتم بها نشر قوات حفظ السلام ومكانها ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض وافق أيضا على توريد أسلحة نوعية إلى أوكرانيا بما في ذلك نظام جافل المضاد للدبابات أعلنت وزارة الخارجية الكندية بذل حكومة بلادها جهودا ديبلوماسية لضمان تشكيل قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا وقالت كريستيا فريلاند في بيان إن كندا تقود محادثات مع عدد من البلدان في العالم حول جدوى وجود قوة لحفظ السلام والأمن في أوكرانيا وقابليتها للاستمرار موضحة أن حكومتها كانت دائما في قلب الجهود الدولية لدعم أوكرانيا وأشارت فريلاند إلى أن رئيس الوزراء الكندي جايستين ترودو بحث هذا الموضوع مع المستشرة الألمانية أنجيلا ميركل وأضافت أنها استطلعت الأسبوع الماضي شخصيا جدوى مهمة كهذه وأفاقها مع وزير الخارجي الأمريكي ريكس تيلرسون والمبعوث الأمريكي الخاص في أوكرانيا كيرت فولكر والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستشارك في المنورات التي ستقوم بها ثلاث حاملات طائرات أمريكية في المحيط الهادي وذلك على خلفية توتر شديد مع كوريا الشمالية وكانت البحرية الأمريكية قالت في بيان إن يو أس أس رونالد ريغان ويو أس أس نيميتس ويو أس أس ثيودر روزفيلت ستقوم بعمليات منسقة في مياه دولية اعتبارا من يوم السبت وحتى يوم الثلاثاء المقبل وقال مسؤول كوري جنبي إن سبع قطع تابعة للبحرية هي ثلاث مدمرات وأربع سفن مرافقة ستشارك في المنورات ومن المقرر أن تقوم حاملات الطائرات الأمريكية خلال المنورات بتدريبات على الدفاعات الجوية والمراقب البحرية والقتال الجوي الدفاعي بحسب ما أوضحت البحرية الأمريكية قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على فيلنزويل مستهدفة عشرة مسؤولين متهمين بضرب العملية الانتخابية في بلادهم وفرض رقابة على وسائل الإعلام والتورط بالفساد في برامج غذائية وصرح وزير المالي الأمريكي ستيفان نوتشين في بيان أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين في وقت يواصل نظام الرئيس نيكولاس مادورو ضرب النظام الديمقراطي في فينزويل وأضاف أن هذا القرار يأتي بعد انتخابات الخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول والتي تتخللتها العديد من التجاوزات التي تلقى إلى مستوى التزوير حسب البيان وأشار إلى أنه بموجب هذه العقوبات سيتم تجميد كل أوصول هؤلاء الأشخاص وسيحرم على المواطنين الأمريكيين التعامل التجاري معهم وكانت واشنطن فرضت عقوبات سابقة في الحادي والثلاثين يوليو تموز والرابع والعشرين أغسطس أب الماضيين مستهدفة مصادر تمويل فينزويل قالت شركة تايبول الأمريكية أنها تواصلت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتقديم مساعدتها لفك شفرة هاتف آيفون يملكه قاتل ستين وعشرين شخصا بإطلاق نار داخل كنيسة منذ أيام بمدينة تيكساس وقال موقع ذفيرج إن منفذ الهجوم كان يحمل هاتفا من نوع آيفون يتوفر على معلومات حساسة بخصوص الفترة التي سبقت إطلاق النار وهجم منفذ العملية كنيسة تيكساس حيث فتح النار على عدد كبير من مرتديها فقتل ستين وعشرين شخصا وأصاب عشرين آخرين وكان مكتب الـ FBI قد ألقى باللوم الأربعاء على الشركة الأمريكية دون ذكرها بالإسم حيث قال كريستوفر كومبوس عمل بمكتب التحقيقات إن القانون لا يتيح حل هذا النوع من المسائل لذلك يجب اللجوء إلى الشركة من أجل فك شفرة الهاتف ما زال صحفي الأوكراني رومان سوشينكو محتجزا في روسيا ونفت محكمة موسكو استئنافا ضد قرار تمديد اتقاله وفقا لما صرح محاميه مارك فيغان وكان جهاز الأمن الروسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنهت تحقيق في قضية الصحفي في وكالة أوكرينفورما الأوكرانية حيث وجهت عشر تهم لصحفي الأوكراني من بينها القيام بجنع معلومات عن الغزو العسكري الروسي للأراضي الأوكرانية لتذكير فإن الصحفي رومان سوشينكو اعتقل في موسكو في الثلاثين من شهر سبتمبر 2016 أثناء زيارته لأقارب في موضوع ذي صلى نقل الناشط الأوكراني فولوديمير بلوخ الذي تتهمه السلطات الروسية بالحيازة على متفجرات نقل من قاعة المحاكمة إلى المستشفى وذلك بعد شعوره بألم شديد في الظهر الأطباء حاولوا تقديم المساعدة الأولية ولكن النائب العام أصر على نقله إلى المستشفى بلوخ قيدت احتجاز لمدة 11 شهرا وشهدت حالته الصحية تدهورا منذ اعتقاله وقالت محامية أولغا دينيزي إنها تنوي تقديم طلب بالإفراج عنه يذكر أن بلوخ اعتقل في شهر كانون الأول ديسمبر العام الماضي بتهمة حيازته على عبوات ناسفة خلال التفتيش وحكم عليه بثلاثة عوام وسبعة أشهر وراء السجن بلوخ ينفي التهم الموجه إليه ويؤكد أنه يلاحق بسبب موقفها الموالي لأوكرانيا القرم مددت محكمة روسية فترة الاعتقال لأربعة نشطاء تطريين مدة ثلاثة أشهر أخرى بتهمة العضوية في حزب التحرير حسب ما أعلن المحامي إيميل كوربا دينيزي في تعليق لقناة يواي تيفي ومن المتوقع أن يستأنف الدفاع الحكم عما قريب وبما أن المحاكمة تجري وراء أبواب مغلقة فقد طلب أحد المتهمين أنور ماماطوف بإخراجه من القاعة إلا أن المحكمة رفضت ذلك للتذكير فإن قوات الأمن الروسية قامت خلال شهر مايو الماضي بحملة مداهمة وتفتيش في وسط منازل عدد من التطار في مدينة بخشي صراي واعتقلت أربعة منهم استلمت شبكة بولينا البوليسية لمكافحة العنف الأسري نحو 1500 شكوى خلال الستة أشهر الماضية هذه الشبكة تتألف من قوات التدخل السريع التي تنشط إلى الآن في ثلاث مدن هي كييف وأوديسا ولوهانسك تفاصيل أكثر عن هذه الشبكة وآلية عملها في التقرير التالي زوج إلينا مدمن على الكحول وهي تعيش في شجار متواصل معه قصتها تتكرر للمرة الثالثة بعد أمها وأختها شرب والدي مشروبا كحوليا بينما كنا في السيارة ثم اندلع شجارا بين والدي نحن فررنا إلى الحقل واختبأنا هناك رأينا والدنا يركض غاضبا نحن نخافه كثيرا وننعته بالوحش ولم نكن نفهم مسبب هذه العلاقات المتوترة بين والدينا بعد مضي سنين طوال أدركت إلينا أنها ورثة الطاعة وعدم الرغبة في مواجهة العنف الأسري من والدتها فالإحصائيات تظهر أن 83% من ضحايا العنف الأسري نساء و11% رجال و6% أطفال لجأ نحو 90 ألف شخصا إلينا شاكين العنف الأسري خلال 9 أشهر الماضية ولكنني أعتقد أن عشر ضحايا العنف الأسري فقط يلجأون إلى الشرطة تطرح اتفاقية إسطنبول قضية توسيع صلاحيات الشرطة والقضاء فيما يخص العنف الأسري فضلا عن توفير الحماية الاجتماعية لضحاياه إلا أن أوكرانيا لم توقع بعد على هذه الوثيقة تلزم اتفاقية إسطنبول السلطات المحلية بتقديم خدمات مختلفة للنساء اللواتي تعرضنا للعنف الأسري نحن مستعدون للحصول على خبرات من الشرطة الأوروبية الذين لديهم إمكانيات أوسع ضمن هذا المجال وكذلك من القضاء الذين لديهم صلاحيات أكبر بإصدار الأحكام ضد المعنفين تؤكد وزارة الداخلي أن فرق بولين الجوال للتصدي السريع للعنف الأسري ستعمل في كافة المناطق الأوكرانية قبل نهاية العام المقبل كما ستشارك في هذا البرنامج وزارتاء الصحة والحماية الاجتماعية تجاوز حجم التصدير لتكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا مع نهاية العام الحالي 3.3 مليار دولار ليحتل الموقع الثالث من حجم العائدات النقد الأجنبي للبلاد هذا الرقم هو ربع إجمال حجم البنبيعات الخارجية حيث شهد سوق تكنولوجيا المعلومات نموا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة وذلك بنسبة من 20% سنوية وفقا لتوقعات الخبراء فإنه بحلول عام 2020 سوف تضاعف أوكرانيا من صادراتها من تكنولوجيا المعلومات إلى الضعف خدم نشرة اليوم قدمناها لكم من قناة يواتي في الأوكرانية في العاصمة كييف المزيد من الأخبار عبر صفحاتنا على فيسبوك يوتيوب وتويتر شكرا على حسن المتابعة وسلام عليكم شكرا على حسن المتابعة وسلام عليكم